الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد حياكم الله ابناء الطلاب وبنات الطالبات في درس اليوم الذين تناولوا فيه بإذن الله تعالى الإثراء الثاني نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إذن موضوع درسنا أبناء وبنات كما هو ظاهر أمامكم الإثراء الثاني نتناول فيه ونستذكر ما درسنا في مادة حديث واحد نبدأ مستعن بالله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن مادة حديث واحد تنقسم إلى ثلاث محاور المحور الأول مصطلح الحديث والمحور الثاني الحديث النبوي والمحور الثالث التطبيقات العملية أما مصطلح الحديث فقد سبق وتناولناه في الإثراء الأول أما الحديث النبوي فبإذن الله تعالى نتناول بإذن الله تعالى أحاديث في درسي اليوم نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وبالنسبة للتطبيقات العملية فهي تطبيقات لأحاديث سبق دراستها وهو مطلوب حفظها نتناول بإذن الله تعالى في درس اليوم في الإثراء الثاني نتناول بإذن الله تعالى من الحديث الأول إلى الحديث التاسع نبدأ مستنى بالله تعالى الحديث الأول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء الحديث ظاهر أمامكم أبنائي الطلاب لا تطالبات كما هو ظاهر أمامكم في إكمالي الحديث في هذا الحديث بيان لفضل العلم الشرعي وهمية تعلمه الذي يعد من العلوم الفاضلة وذلك لأنه ألف الموصل إلى معرفة الله تعالى وشريعته با السبيل إلى الوصول إلى الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق وهي عبادته جل وعلا ثانياً شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أنزله الله عليه بما فيه من العلم والهداية بالغيث الكثير وذلك لأن كل منهما سبب للحياة فالوحي سبب لحياة القلوب والغيث والمطر سبب لحياة الأرض إذن هذه ظاهرة أمامكم ما شبه به عليه الصلاة والسلام في صور ظاهرة أرض النقية وأرض أجادب وأرض قيعان النقية هؤلاء هم المنتفعون بالعلم المنبلغون له انتفعوا ونفعوا غيرهم والأجادب هم المبلغون للعلم دون أن ينتفعوا به فلم ينتفعوا به لأنفسهم لكن بلغوا غيرهم هذا العلم والقيعان هم في حقيقة الأمر معرضون عن العلم الحديث الثاني عن جري بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء في الحديث حثر على سلوك الطريقة الحسنة التي يقتدي بها الناس وأن من فعل ذلك فله أجر فعله وأجر من اقتدى به إلى يوم القيامة ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام السنة الحسنة يتضمن ثلاثة أنواع من الأعمال ألف المبادرة للعمل بالسنة الثابتة إذا سمع الإنسان الحث عليها با أحياء السنة إذا أميتت وترك العمل بها جيم ابتكار وسيلة النافعة لعمل المشروع كل ذلك يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة ثالثا في هذا الحديث تحذير من سلوك الطريق السيئة التي يقتدي بها الناس وأن من فعل ذلك فعليه إثم فعله وكذلك عليه إثم من اقتدى به إلى يوم القيامة الحديث الثالث في صفحة تسع وثلاثين عن النعمال بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث ظاهر أمامكم والحديث عند البخاري ومسلم هذا الحديث العظيم تحدث عن قضيتين أساسيتين هما تصحيح العمل وسلامة القلب ثانيا دل الحديث على أن الأشياء من حيث الحكم ثلاثة أقسام حلال بين ظاهر لا شبهة فيه ثانيا حرام بين ظاهر لا شبهة فيه فالأول حلال ظاهر بين والثاني حرام ظاهر كذلك بين لا شبهة فيه أما القسم الثالث فهو مشتبه بين الحلال والحرام رابعا بين النبي صلى الله عليه وسلم الأثر المترتب على الوقوع في المشتبهات وهو الوقوع في الحرام وذلك يحتمل معنيين أولا أن الذي يتعود فعل المتشابهات ويتساهل فيها سوف يتجرع على الوقوع في المحرمات البينة ثانيا أن المشتبه قد يكون محرما في نفسه وهو لا يعلم فيقع في الحرام وهو لا يعلم لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك المشتبهات حتى يتأكد منها الإنسان وقد سبق بيان ذلك الحديث الرابع في صفحة أربع وأربعين حديث أبي هرانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة بظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابى في الله اجتمى عليه وتفرق عليه ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري مسلم أولا لا تصل حياة الناس بغير ولي أمر يحكم بينهم وينظم أمورهم ثانيا من ناشى في طاعة الله تعالى استحق الفضل الموعود به في هذا الحديث ثالثا المساجد بيوت الله تعالى وهي أطهر البقاع وأفضلها وأحبها إلى الله تعالى ومن صور التعلق بالمساجد ألف الحرص على التردد عليها لأداء الصلوات المفرضات وغيرها با كلما خرج منها أحب الرجوع إليها لتعلق قلبه بها أي بالمساجد الحب في الله يراد به محبة المسلم لما فيه من خصال الخير والطاعة لله تعالى فالمرء يحب أخاه المسلم لما فيه من قرب إلى الله تعالى وطاعة له جل وعلا خامسا عفاف النفس من فعل الفاحشة وسائلها حكم ذلك واجب عظيم فيجب على الإنسان وعلى المرء أن يعف نفسه عن فعل الفاحشة سادسا الصدقة بالمال من الأعمال التي يحبها الله تعالى وإذا أخف المرء صدقته فلم يخبر بها أحدا كان حريا أن يكون في ظل الله يوم القيامة سابعا البكاء من خشة الله تعالى دليل على حياة القلب الحديث الخامس في صفحة تسعين وأربعين حديث أبي هرانة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث ظاهر أمامكم والحديث عند البخاري أولا ولي الله تعالى الولاية الحقيقية هو المؤمن التقي ثانيا بيّن الحديث الطريقة الصحيحة إلى ولاية الله تعالى وهو يتلخص في أمرين ألف التقرب إلى الله تعالى بالفرائض با التقرب إلى الله تعالى بالنوافل كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ثالثا التقرب إلى الله تعالى بالفرائض مقدم على التقرب بالنوافل لماذا؟ ما سبب ذلك؟ وذلك لأن الفرائض أهم وحب إلى الله تعالى ولذلك ألزم عباده بها فالله تعالى ألزم عباده بتلكم الفرائض دليل على محبته لها جل وعلا الحديث السادس في صفحة أربع وخمسين عن أبي هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا نتغمد لله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ رواه البخاري ومسلم أولا عمل الإنسان مجردا لا ينجيه من النار ولا يدخله الجنة وإنما يحصل له ذلك برحمة الله تعالى ثانيا على المسلم أن يفعل الأسباب الموصلة إلى رحمة الله تعالى ومغفرته ودلكم الأسباب هي في حقيقة الأمر راجعة إلى اتباع شرع الله تعالى كذلكم ثالثا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أوقات حاثا على العمل الصالح فيهن أولا واغدو ومراد ذلك من الغدوة والمراد سير أول النهار ثانيا وروح ومراد ذلك من الروحة والمراد سير آخر النهار كذلكم ثالثا وشيء من الدلجة والمراد بالدلجة سير الليل وحقيقة الأمر أن الإنسان إذا استغل وقته سواء في الغدوة أو الروحة أو الدلجة فقد استغل سائر يومه في طاعة الله جل وعلا رابعا القصد والاعتدال بماذا يكون القصد والاعتدال يكون القصد والاعتدال باتباع السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترك البدعة الأمور المبتدعة في دين الله تعالى الحديث السابع بصفحة 59 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اهتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء حتى يقسمها الله إذا شاء والحديث عند البخاري مسلم أولا الحياة كلها بما فيها ابتلاء واختبار من الله تعالى للناس سواء أكان ذلك الاختبار بالنقم والبلاية أو كان ذلك الاختبار والابتلاء بالنعم التي هبه الله جل وعلا لعباده ثانيا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الصادق في كثرة ما يصيبه من البلاء وموقفه منه بالنبات الصغير الرطب الذي تصيبه الرياح فتميله يمينا ويسارا فهي تؤثر فيه وتحركه لكنها لا تحطمه ولا تكسره هذا هو المؤمن أما الكافر فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الكافر في قلة ما يصيبه من البلاء بالشجرة الكبيرة التي لا تؤثر فيها الرياح ولكنها يأتي عليها يوم فتنكسر وتتحطم كذلكم رابعا ما الحكمة من ابتلاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين لابتلاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين فوائد منها أولا الاختبار ليتبين صدق الإيمان من عدمه ثانيا التطهير من الذنوب والخطايا ثالثا ليلجأ المؤمنون إلى ربهم ويظهروا افتقارهم إليه هذه الحكمة والفوائد من ابتلاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين كذلكم الحديث الثامن في صفحة ثلاث وستين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قال صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار رواه البخاري ومسلم أولا الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام والمؤمن الصادق يحبها ويحرص عليها ويؤديها مخلصا لله تعالى بخلاف المنافق الذي إنما يعبد الله تعالى ليراه الناس كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فالمنافق لا يصلي العشاء ولا كذلكم الفجر لأنه وقت ظلمة ولا يراه الناس كذلكم ثانيا المؤمن الصادق يحب الصلاة مع الجماعة في بيوت الله تعالى ولا يستثقلها وذلك الأمور منها أولا أن الله تعالى يحب من عبده أن يصلي مع الجماعة ثانيا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا دل الحديث على أهمية صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد وأن التهاون بها خصلة ذميمة من خصال المنافقين فبعض الناس ابناء الطلابنات الطالبات يتهاون في أداء صلاة الفجر وربما لا يضع المؤقت على صلاة الفجر بل يضعه على وقت الدراسة أو على وقت العمل وذلك كله من باب التهاون في تلك الصلاة العظيمة الحديث التاسع في صفحة سبع وستين عن أبي هرات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الآباط رواه البخاري ومسلم أولا ماذا يراد بالفطرة ولماذا سميت هذه الخصال فطرة الفطرة هي السنة وسميت هذه الخصال بخصال الفطرة للدلالة على أنها موافقة للفطرة الصحيحة ففطرة الإنسان الصحيحة تأتي ببيان هذه الأمور وكذلك بإزالتها والابتعاد عنها وكذلك أنبياء الله جل وعلى السابقين كلهم أتوا بهذه الفطرة ثانيا الفطرة خمس ما هي أولا الختان والختان واجب في حق الذكور ثانيا الاستحداد هلق العانة وهو من باب الاستحباب إزالة شعر العانة كذلك قص الشارب وهو سنة كذلك يسن قص الشارب وعدم إطالته كذلك تقليم الأظفار وهو سنة أن يقلم الإنسان ظفره سواء قلنا للرجال أو النساء فذلك سنة تقليم الأظفار ومن باب النظافة كذلك نطف الآباط كل ذلك كذلك من سنة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث من باب الفطرة التي أخبر عليه الصلاة والسلام وهي من باب السنن إذن أبناء الطلبانات الطالبات تناولنا في الإثراء الثاني في درس اليوم من الحديث الأول إلى الحديث التاسع أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً وأن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا وسبق أبناء الطلبانات الطالبات دراسة ذلك كله وإنما هذا من باب الإثراء ومن باب استذكار ما سبق دراسته فأرجع إلى الكتاب واستزيدوا فهماً وعلماً أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد قائلاً في ختام درسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونقاكم على خير بذن الله تعالى في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته